السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبه بكم في قناة وصفحة ديليس اتمنى تكونوا كبنين بخيروا على خير اليوم كنقترح عليكم هذه الحلوة ديالك خيم بلاموس خاليني اللي كتجي الديدة بزاف المدق ديالها كيجي متميز فإلا كنتو كتبحتو على حلوة ديالك خيم متميزة تحضروها لوليداتكم ونعائلاتكم كنقترح عليكم توجدو هذه الحلوة الشكل ديالها جميل بزاف بقاو معياتا الاخر الفيديو بشوفوا المكونات وبشوفوا الطريقة ديال المونتاج دياله لا تنسونيش بلا لايك في التعليقات زوينه ولا تنسوش دور او بنيو وتفعيل الجرس اللي كنتو اول مرة كتشوفوا القناة فرجة منطعة بسم الله على بركتي الله غادي نبدو بتحضير ديال الجين واسف الاول عن ديال بعض ديال البيضات بدرجة حرارة الغرفة ضروري مكان خرجو البيض مدقبل باش كياخدنا الدرجة ديال الحرارة ديال الغرفة وما يبقاش برد بزاف عندي صاشي ديال الفاني وصاشي ديال الخميرة الكيميائية او مايو عادي لتمنية جرام الشيشة ديال الملحة عندي ستة ديال المعلقة ديال سانيدة كان عبر بهاد المعلقة هادي هاد القياس كيف ما كتشوفوا او الا بغيتو تتوزنوا بالميزان غادي تديروا مية وعشرين جرام كنسهل عليكم وكنعطيكم القياس بالمعلقة وكذلك بالجرام عندي كذلك ستة ديال المعلقة كبار عامرين بحالة شكل هادا بالطحين او مايو عاديل مية وعشرين جرام بالنسبة للطريقة ديال تحضير ديال الجنواز غادي ناخد البيض كامل غادي نزيد علي رششة ديال الملحة وغادي نبدأ كنخفقه غير رغوي غادي نزيد الفاني ونبدأ كنزيد السكر سانيدة شوية بشوية وانا كنخفق على سرعة مرتفعة تقريبا من ربو ساعة حتى العشرين دقيقة حتى كيتضعف الحجم دياله تقريبا في ثلاثة ديال المرات وكيولي اللون دياله ابيض وكيتقال خالته وكيولي خاتر كيف ما كتشوفوا كيولي خاتر وعاد غادي نتوقف على الخفق وغادي نزيد الدقيق اللي غادي نغرب له مع الخميرة الكيميائية وغادي نبقى كنزيدوه لمراحل حتى هو ما كنزيدوش الدقيق في مرة وحدة باش ما يصعبش علينا الخلط ديالو ويبقى ما يتخلطش مزيان كنزيدوه غير شوية ونخلطوه وعاد كان نبدأ وكنزيدوه كل مرة شوية وانا كنخلط من الفوق اللي تحت ونردو بلنا اننا ما نهرسوش البيض باش ما ما دعناش الجينواز فهذا المرحلة رها مهمة فتح دير ديال الجينواز فهذا الأثناء غادي نتوقف على الخلط بالفوية ديال دراب الكهربائي وغادي نكمل بلا سباتيول باش نجمع الجوانب ديال الإيناء وكذلك غادي نجمع الدقيق اللي كيكون ستايرنا في الجوانب ونتأكد على أن القعر ديال الإيناء ما بقاش فيه الدقيق نهائيا والخالات ولم نساجم ومزيان ومزيانة طفح وأنا ناخد اللاتا ديال الفران المستطيلة اللي فرجت لها الورق ديال الطهي وغادي نفرغ الخليط ديالي ما كان لرفعوا شي Respective اللي نكونوا كننفرغوا الخليط ديال الجينواز ماشي بحل اللي كان ديرو مع الكاك باش ما كيتهرس الناش البيض وكذلك ما ندربوش اللاتا ديال الفران مع الطاولة باش مكيتهرس الناش الخليط ديال الجينواز ومكتطلع الناش الجينواز مزيان كيف ما كيديرو بعد اللي شاف هداك ره غالط نحاول نسرح العجين مزيان في اللطاء بشي ياخد شكل متساوي ومكي يوليوا الجوانب والوسط متساويين ندخل هالفران بارد درجة الحرارة مية وستين نشعل من الفوق ومن تحت من ثمانية احتى العشرة ديال الدقايق ما نفوتهاش نهائيا صافي ونخرجها ونخليها حتى كت برد مزيان ونحيد لها الورق ديال الطهي وهذا هو الشكل ديال ها كيف مما كتشوفو راها كتجي ناجحة مية في المية كناخدو مستارة وكنعبرو الجنواز ديالنا هنا يعندي 35 سنتيم في طول ديال الجنواز غادي نقسمها لخمسة اي سبعة ديال السنتيم في كل جزء غادي نعلم من الفوق ومن تحت كل ما كنعبر كنعلم بالسكين باش ما نغلطش صافي ونبدك نقطع القطع ديال الجنواز بهالطريقة غادي نتأكد على ان القطع كلهم عندهم نفس القياس وما جينيش قطعة اكبر من الاخرى وهدا هو الشكل ديال القطع ديال الجنواز غادي ندوز دابا وجود معاكم البخاليني هنا يعندي كاس ديال لوز ممقليش ونسكاس ديال سنيدا غادي نشعل عليهم النار مهيلة وغادي نفرغهم في مرة واحدة ونبقى كنحرك حتى كتولي سنيدا على شكل كراميل وفي نفس الوقت اللوز راكي تقلى غادي نطفن النار وغادي نفرغهم فوق الورق ديال الطايو نخليهم حتى كي يبردو كنهرسوا مكا شوية بيدي وغادي نطحنهم حتى كي يولي سائل بحال هكذا غادي ندوز دابا وجود لاموس غادي نرتب ورقة ديال الجيلاتين في المبارد وغادي ناخد بيضا اللي غادي نخفقها شوية ونزيد عليها نسكاس ديال الكريمة تقدرو تعودو غير بالحليب غادي ندير الكل على نار مهيلة ووردو البال داروري ما نبقوكا نحركو ما نسوقفوش على التحرك باش ما تحرق الناش غير كي يتقلنا الخليط غادي نزيد اضطر الجيلاتين الذي يرتبط في المبارد ونضرب النار ونضرب حتى كي يدفشي شوية ونزيد عليه البخالينة اللي وجدت معكم هنا 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 مية وخمسين جرام ديال البخالينة اللي كنتوا غير شيريتوه لو تعرضو مية وخمسين جرام ديال البخالينة هادي نخلطه مزيان حتى كي نساجم ونخلي كي يبرد على الجنب ونزيد الكريمة 300 جرام الكريمة السائلة نضيفها معلقة كبيرة السكر نخلطها جيدا حتى تقلي الكريمة كما ترى أثناء البخالينة نضيفها نضيفها لكي يجري نضيفها وفرقه نقوم بوضع الكريمة نخلطها جيدا وسيقوم بحقة على الأموس نضيفها 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 نستطيع هذه الأموس تبقى راق ومثلات عุل نضيفها 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 ما سقيتهاش لانها طرية وما غاديش تحتاج انني نسقيها وكذلك باش ما تعدمنيش من اللي نكون كان مونطيها غادي نحاول نوزع الكريمة كاملة على اللقاة عادية الجنواز بشكل المتساوي نحاول نقدوها مزيان باش ما جي نجيها غليضة وجيها آآ نقسم الكريمة غادي ناخد ورقة اللي غادي نمونطي فوق منها غادي نحاول نتبتها بشوية ديال الكريمة فوق الصحن ديال تقديم وغادي ناخد اول قطعة كنلويها كيف ما شفته غادي نتبتها في الوسط غتكون هي المركز وغادي ناخد القطعة اللي مراها وغادي نتبتها في الطرف ديال القطعة الاولى دائما كان ناخدو كل قطعة ونتبتوها في الطرف حتى غادي آآ نتحصلو في الاخير على قطعة واحدة دائرية فهاكده غادي نوجدو طرطة دائرية من آآ جنواز اللي وجدناها في شكل مستطيل كنحاولو نضغطو غير شوية باش كيتبتو القطعة مع بعضياتهم وكيتلاسقو كنحاولو نقدو لها شوية الشكل ديالها صافي وغادي ندخلها للمجمد حتى تشد فرصها مزيان وعاد غادي نجبدها ونكملها بالمنتج غادي نوجد هنايا الكريمة السائلة اللي غادي نطلعها على شكل شونتية هنايا عندي ميتين قرام اديال الكريمة السائلة ما غاديش نزيد لها لسكر لحتشي حاجة لانها ديالكريمة أنا عندي حلوة غادي نطلعها مزيان للكريمة باش كتطلع مزيان اخصها دروري ما تكون باردة كنوضع نوضعوها واحد شوية في المجمد وعاد كنجبدوها وكنتربوها وكتطلع بكل سهولة سفي غادي نجبد القطعة ديالي ديال حلوة غادي نوضع الكيمية ديال الكريمة كاملة فوق اللي وجه ديال الحلوة وكذلك الجوانب حتى هما غادي نغطوهم من زيان تقريبا هاد الكيمية ديال الكريمة اللي وجدت كتجينا هي هاديك باش نغطيه الحلوة بشكل مزيان غادي ناخد لها سباتيول وغادي نحاول نقدلها شكل ديالها مجنب وكذلك في وجه بحالة ما اذا ما توفرتش عندكم هاد لها سباتيول تقدرو تخدمو غير بمستارة تاخدو مستارة كبيرة من المكتبة وتحيدوها غير هاد الأشياء بحل هادو حتى هيا راها كاتا كتنفع وراها بديل مزيان لسباتيول غادي نحاولون نملسو لوجه ديال الحلوة وكذلك الجناب ديال الحلوة باش يجي شكل ديالها مفيني ومزيان صفي بعد ما غدي نكملها غدي ندخلها للمجمد تقريبا حتى لستة ديال الساعات باش تجمد مزيان وعد غدي نوجدو لغاناش اللي غدي نغطيه بي الحلوة هنا عندي مية وثمانين جرام ديال الكريمة السائلة وعندي مية وثمانين جرام ديال الشوكولات من الأحسن انكم استعملوا الشوكولات اللي يكون فيه نسبة ديال كاكاو عالية باش كيجي القرناش مزيان والماضاق كيجي الديد غدي نزيد جوج مع القديل اللوز اللي عندي مقلي ومهرمش غدي نخلط مزيان غدي نخليه غير كيدفع وغدي نجبد الحلوة ديالي كيف ما كتشوفو رهاجام دا مزيان كنوضعوشي صحن من التحت باش ملي نفرغو لغاناش كينزل الفائد فيه ما يضع الناش ونجمعوه حتى نحتاجوه مرة اخرى غدي نخلط لها سباتولو غدي نمشي لغاناش فوق لوجه ديال الحلوة باش تولي مستوية وكذلك باش ينزلي الجوانب خليتها حتى نشفت مزيان وخديت الفورشات ودرت تموجات على هاتشكل تقدروا تخليوها غير عادية غدي نزيين لها الجوانب ديالها بلوز كون كاسي وكذلك لوجه زينته بلا مكاغون بالقطع ديال الشوكولات كنتمنى هذه الحلوة تكون نالت اعجابكم واحتنتوا من جربوه في البيوت ديالكم ما تنسوش سبارتاجوها من الاصدقاء ديالكم ما احبابكم ما تنسوش بلا لايك وما تنسوش ديروا ابني وتفعلوا جرس الى اللقاء مع فيديو جديد مع السلامة